سمعنا أيضا قبل أيام دكتورة أن هناك بطالبات بإعلان حالة طوارئ الصحية هذه قانونا شنو يترتب عليها وشنو المواطن يستفيد من عدها وشنو آثارها يعني شنو تفيدنا طبعا بالتأكيد حالة الطوارئ تعلن في حال قدم كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية طلبا لرئيس البرلمان العراقي ثم يصوت البرلمان بالثلثين على هذا الموضوع فتعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوم قابلة للتجديد والتصويت في كل مرة يعني أنا من تنتهي ثلاثين يوم إن شاء الله ما نحتاج هذه الثلاثين يوم إن شاء الله سبوعين وتعد الأزمة تنتهي لثلاثين يوم بعدها أيضا مجلس النواب يصوت لمدة ثلاثين يوم خلال أول خلال خمسة عشر يوم من إعلان حالة الطوارئ بالموضوع المتعلق سواء كان حرب أو وباء يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم نتائج لعملها ماذا حصل ماذا فعل من هذه حالة الطوارئ ما هي الإجراءات التي اتخذها حالة الطوارئ تتيح هذا أمر جدا مهم تتيح للسلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة تامة يعني شبيب الأحكام العرفية بدلا ما القضاء والمحاكم وتأخذ روتين مثلا على سبيل المثال المخالفات القانونية الجهات التنفيذية والأمنية لها الحق بأن تتصرف من عندها هذا هو صلب حالة الطوارئ لذلك حتى من نأخذ وقت أكثر بالنسبة لإجراءات القانونية أو الصحية أو روتين فجميع الصلاحيات هي تترك لرئاس الوزراء يعني موضوع حالة الطوارئ حتى اللحظة ربما أخذ بعدا إعلاميا أكثر ما هو بعدا جديا يعني بالنسبة للحكومة العراقية والسلطة العراقية تزامنا مع ذلك وأنتم تفضلتم مشكورين بهذا الموضوع موضوع تأخير حسب ملف رئيس الوزراء لذلك يعني حالة الطوارئ فيها جنبة سياسية لكن حتى نتدارك هذا الموضوع بشكل عام نعم يجب أن تعطى للسلطات التنفيذية صلاحيات معينة حتى نستوعب أن تعرف يعني مثلا أصحاب المواكب وأنا ما أريد أتهجم على جهة أبدا كل الاعتقادات والديانات مقدسة في عرف الدستور العراق وفي عرف القانون لكن أنت ما راح تضر نفسك كان شاهدت محافظة من المحافظات صاحب موكب بالإجبار نزل والموكب مالتي يقولهم أنا متخلى عن نفسي يعني أنتم مش لكم دخل يا أخي أنت مو متخلى عن نفسك أوكي أنت عندك اعتقاد وعندك إيمان وعندك حقيقة راسخة من التفقين بس أنت راح تضر غيرك زيان وهدم يعني مثل ما كما يقال أنه هدم جدار من جدران الكعبة أهون من سفق قطرة دم مسلم حرام هذا واضح بالنتيجة المرجعيات الأعراف الأخلاقية والإنسانية وحتى المستوجبات القانونية أكدت على الوقاية ولا غيرها نحن نمر بظرف طارق ظرف مؤقت فلنحافظ على أنفسنا حتى نتجعل